السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شهر رمضان وذلك لما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله ويكون إحياء الليل بالإكثار من التهجد والصلاة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة عائشة رضي الله عنها بالدعاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرغ عن الدنيا في الليالي العشر الأخيرة من رمضان ويعتزل نساءه ويجعل عشاءه وقت الصحور ويغتسل كل ليلة بين المغرب والعشاء ويوقظ أهله ويحث علي وفاطمة رضي الله عنهما على القيام وأحياء الليل ثانياً الاعتكاف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقروا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وعليه فإن الاعتكاف من السنن المؤكدة التي وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً وفي الاعتكاف قطع الاتصال بالبشر ابتغاء الاتصال بخالق البشر وكلما زادت المعرفة بالله سبحانه وتعالى ومحبته والأنس به أحب الاعتكاف لخالقه العظيم والتفرر لعبادته ولا يقتصر الاعتكاف على ليالي رمضان في حزب بل يستحب للمسلم أن ينوي الاعتكاف في أي ليلة من ليالي العام لكن فضله أعظم في رمضان ويقصد بالاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله تعالى والتفرغ لها ويبدأ ببدء العشر الأواخر من شهر رمضان وينتهي بانتهاء الليلة الأخيرة من شهر رمضان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان طلباً لليلة القدر ولما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف فيها كما أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في عام وفات عشرين ليلة زيادة في الطاعة وطلباً للمزيد من الأجر الاكثار من الصدقات اتفق الفقهاء على أن أجر القيام بالطاعات مضاعف في شهر رمضان وبالأخص العشر الأواخر من رمضان وذلك لوجود ليلة القر فيها بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ومن الطاعات الاكثار من الصدقات واستحباب الصدقة وفضلها عظيم بشهر رمضان كله لكنها في العشر الأواخر أعظم وأفضل وأكثر أجراً تلاوة القرآن والتدارسة سمى الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بشهر القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولذلك يجب على المسلم أن ينشغل في رمضان بالعلم وبخاصة تلاوة القرآن وأن يحرص على الأذكار ففي ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتي جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن وقروا ابن عباس رضي الله عنه فقال كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسل خي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن إلى السماء الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم وكلما مر على آية فيها رحمة يسأل الله تعالى الرحمة وكلما مر على آية فيها عذاب يسأل الله تعالى أن يعيذه منها الإكثار من الدعاء كان نبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل بيته بالدعاء وقد أخبر الله تعالى أنه قريب من عباده يجيب دعوة دعوتهم فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو في ليلة القرر قال لها أن تقول اللهم إنك عفوون تحب العفو فاعفوا عني فيحرص المسلم على الإكثار من الدعاء طيلة شهر رمضان ويتحرى العشر الأخيرة منه وخاصة الليلة الفردية علها توافق ليلة القدر كما يجب تجنب الكثير من القول وفضول الكلام والحرص على الكلام بخير عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فضل العشر الأواخر من رمضان ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان عن بقية أيام الشهر فهي أفضل أيام الشهر ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عتق من النار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعف العبادات فيها وذلك لأن في هذه العشر ليلة القدر حيث يقول عليه السلام تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وكان عليه الصلاة والسلام يقوم ببعض العبادات التي لا يقوم بها في بقي الرمضان كإحياء الليل وإيقاظ أهله وإيقاظ أهله وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعتقف في العشر الأواخر حتى توفاه الله وفي النهاية أتمنى للجميع المغفرة وكل عام وأنتم بخير مع السلامة كتاب الله للأرواح نور اشتركوا في القناة